السلام عليكم أستاذ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله طيبين الطاهرين اليوم رح نناقش سؤال الامتحان وبعد مباشرة رح نسوي مقدمة جديدة ونبدي في كل من فصل الهندسة لوحده ومبرهنة رول والقيم المتوسطة لوحدها إن شاء الله وخلال الشرح إذا عدكم أي مداخلة إن شاء الله رح أكونوا إياكم السؤال اللي موجود أمامكم واللي أرسلناه لكم مشترك بين الاعتياد ومدارس المتميزين والسؤال يتحدث عن السلم طوله ثمانية جدرة يرتكز بطرفه العلوي على حائط وبطرفه السفلي على الأرض فإذا تحرك الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل ثلاثة متر بالثانية فإندما تكون الزاوية بين السلم والأرض طي على أربعة رايد مطلبين المطلب الأول سرعة انزلاق طرفه العلوي والمطلب الثاني معدل تغير الزاوية بين السلم والأرض رح نحاول نمر على حل السؤال بشيء من السرعة وأكيد أول عمل رح أسويه هو رسم المثلث القائم الزاوية طول السلم هو إثمانية جدرة هذا الضلع في حالة تغير هذا الضلع في حالة تغير الزاوية أيضا خلال سقوط السلم في حالة تغير المعلومات أحاول أثبتها بالسؤال هنا إذا تحرك الطرف السفلي مبتعدا عن الحائط بمعدل ثلاثة يعني معناها dx على dt يساوي ثلاثة وعندما تكون الزاوية بين السلم والأرض πي على أربعة إذن الثيتة تساوي πي على أربعة إذن هذه عندما وهناك مطلبين في السؤال المطلب الأول جد سرعة انزلاق طرفه العلوي يعني معناها dy على dt هذا المطلب الأول والمطلب الثاني معدل تغير الزاوية بين السلم والأرض هنا بابا رجاءنا المعيكات ما لكم قلت تكون مغلقة إذن معدل تغير الزاوية بين السلم والأرض يعني معناها d ثلاثة على dt السؤال يمكن أن يحل بأكثر من طريقة واحدة الخطوة الأولى أكيد الفرضية نفرض بعد الطرف السفلي عن الحائط x ونفرض بعد الطرف العلوي عن الأرض هو y والزاوية بين السلم والأرض هو ثلاثة إذن هذه الفرضية فرضنا الأكس فرضنا الواي فرضنا الثية مع الرسم هذا رح يكون عادية ثلاث درجات وما تبقى من حل السؤال رح يكون عادية سبع درجات أريد أسمعي هنا محاولتكم في حل السؤال ونبدأ بركات محمد نعم السلام عليكم السلام أول شيء نستخدم يعني فيثة غورس بس قبل أن نأخذ علاقة ثانوية حتى نستخدمها العلاقة الثانوية تاني ثيتا تساوي مقابل المجاوفة تكون y على x إذن هنا تقول رح أجي أستخدم تان ثيتا تان ثيتا تساوي y على x إذن هذه علاقة ثانوية عندما تكون الزاوية pi على 4 إذن هذه pi على 4 هو متغير والمتغير يجوز تعويضه ولكن لا يجوز اشتقاقا منه العلاقة الأساسية هنا إذن 8 جدر 2 تربيع مربع الوتر يساوي مجموع مربعي الضلعين القائمين اللي هو x تربيع زائد y تربيع مربع الثمانية هذا 64 مربع الجدر 2 يعني معناها رح يصير عندكم 128 يساوي x تربيع زائد y تربيع إذن من تقول لي هاي علاقة أساسية يعني شون تريد يسويه؟ يعني اشتقم شون المشتقم؟ صفر تساوي 2x dx على dt زائد 2y dy على dt ازين 2x dx على dt زائد 2y dy على dt بعد ال y تساوي x يعوض مكان ال y x واعوض مكان dx على dt أعوض ثلاثة أعوض ثلاثة إذن معناها رح يصير عندي صفر يساوي 2x إذن هنا في ثلاثة زائد مكان ال y أيضا رح أعوض x وهذا رح يكون dy على dt زين شلون أتخلص من ال x؟ نحول ال 6x نحوله على طرف العلسة سير سالب 6x إذن صار عندي 2x dy على dt هذا يساوي سالب 6x إذن معناها ال dy على dt شل رح أساوي؟ سالب ثلاثة إذن ال dy على dt رح أكون عندي سالب 6x على 2x اللي هو سالب ثلاثة متر بالثانية إذن معدل إذن هنا هبوط الطرف السفلي أو معدل انزلاق ثلاثة متر الطرف العلوي إذن هذا رح يكون عندي ثلاثة متر بالثانية زين شكرا إليك إذن المطلب الأول بأن هنا في داغورس كان علاقة أساسية والنسبة المثلثية التي تربط بين متغيرين هي العلاقة الثانوية اللي لقيت من خلال هواي بدلالة x على متقلص عدد المجاهيل هذا المطلب الأول المطلب الثاني يريد مني معدل تغير الزاوية بين السلم والأرض نعم إيمان السلام عليكم السلام عليكم السلام أول شيء أنا قلت عندي إنه عدنا y فعوضت مكان كل y x بمعادل 128 صارت تساوينا 2x تربيع عمد أطلع منها قيمة ال-x هنا يعني عوضتي عوضتي مكان ال-y x x يعني معناها استفاديتي من ال-tannel بالبداية نعم واستخرجت ال-y تساوي x وبعدين هنا اكتبت في داغورس وعوضتي مكان ال-y x ورح تستخرجين قيمة x زياني وبعدين استخرجت قيمة x رح تكتب x تساوينا واحد على اثنين جذر ثمانية ووراها رح اشتخل يعني تقوليني هنا x اذا علم أو طلب معدل تغير زاوية في مثلث قائم الزاوية فإن العلاقة الأساسية هي نسبة مثلثية يفضل أن تربط بين ثابت ومتغير ويفضل أن يكون الثابت في المقام يعني إذا انت اختاريت x يساوي مقابل على الوتر يعني معناها رح يصير y على ثمانية جذر اثنين إذا معناها رح يكون هذا يساوي واحد على ثمانية جذر اثنين y شنو كانت المشتقة صار كوساين شو اسمه ثيتا دي ثيتا على ديتي سوى واحد على ثمانية جذر اثنين في دي واي على ديتي إذا خوش كوساين ثيتا دي ثيتا على ديتي نعم يساوي واحد على ثمانية جذر اثنين دي واي على ديتي زيان الكوساين هو من هو الكوساين هو هاي اكس على ثمانية جذر اثنين اذا الكوساين هو مجاور على الوتر اذا رح يصير عند ثمانية او هنا رح يصير اكس اذا اكس على ثمانية جذر اثنين دي ثيتا على ديتي يساوي واحد على ثمانية جذر اثنين دي واي على ديتي زيان هسا هنا الدي واي على ديتي يعني عندي استخرجتها سالة بثلاثة هسا هنا ايما نتقول بأن الـ اكس يعني استخرجتها من خلال البداية اللي رح عوض مكان الواي اكس اذا هنا الطلاب رح ينقسمون الى عدة اقسام خلي رح نناقش الاقسام القسم الاول اللي يريد يستخرج قيمة اكس يقول ما طول الواي تساوي اكس استفادية من الحالة الاولى رح يصير عندي مية وثمانية وعشرين يساوي اكس تربيع زائد اكس تربيع يعني معناها رح يصير مية وثمانية وعشرين يساوي اثنين اكس تربيع يعني معناها رح يصير الاكس تربيع تساوي اربعة وستين اذا معناها الاكس تساوي ثمانية ما هذا كان رأيك نعم استفادية زائد هو الرأي سديد جدا وصحيح جدا هذا الرأي الاول الرأي الثاني يقول لا انا هنا ما ريد استفيد من الواي يساوي اكس اريد هنا استفيد من الكوساين الزاوية كوساين ثيتر هذا شي يساوي يساوي اكس على ثمانية جدر اثنين واني دار اريد الاكس والثيتة من ناطين باي على اربعة اذا هنا رح اقول كوساين باي على اربعة يساوي اكس على ثمانية جدر اثنين وكوساين الباي على اربعة هذا رح يكون واحد على جدر اثنين يساوي اذا غرص رح اجي استخرج الاكس اذا عندي اكثر من طريق اي طريق انتم مشيتوا بي استخرجت قيمة اكس تساوي ثمانية فهو صحيحة لكن هذا كل وين دا يعوض هذا يعوض بعد الاشتقاق اذا اللي رح يصير هنا شنو رح يصير ثمانية على ثمانية جدر اثنين دي ثيتا على دي تي يساوي واحد على ثمانية جدر اثنين في الدي واي على دي تي طلع عندي سالة ثلاثة عند المساواة يمكن اختصار بسط مع بسط او مقام مع مقام يعني ثمانية جدر اثنين وين ثمانية جدر اثنين كأنه رح اضرب المعادلة كلها في ثمانية جدر اثنين وبعدين رح اقسم على ثمانية اذا هنا شطلعت تشديث يتا على دي تي طلعت سالة ثلاثة على ثمانية جيد اذا هنا هذا سالة ثلاثة على ثمانية اذا رح اقول هنا راديا على سكن اذا هذا يمثل اذا هذا يمثل معدل تغير الزاوية بين السلم والارض اذا شكرا لكم هذا سؤال يعتبر سؤال شامل واخذنا بيه اكتر من حاله مرة اعتبرنا في الغورس علاقة اساسية والنسبة المثلثية مرة اشتغلت علاقة اساسية بالحالة الثانية ومرة اشتغلت علاقة ثانوية بالحالة الاولى اذا هذا ما يفض سؤال الامتحان لهذا اليوم واخلي ننتقل مباشرة الى البداية الاخرى الخاصة بموضوع الهندسة اذا من خلال النقاشات اللي سمعتها من عدكم خلال فترة ايقاف التسجيل والحلول المختلفة اللي شفناها بعض الطلاب يقول هنا اختارت التان بالبداية اختارت الساين والكوساين يعني هنا رح اجي اختار الساين باي على اربعة ورح يصير عندي مقابل على الوتر واستخرجت قيمة واي وبعدين كوساين الباي على كوساين ثيتا اكس على الوتر مجاور على الوتر واستخرجت قيمة اكس ورأسا عوضتها بالمشتقة بعد ما اشتقيت عوضت امكان الاكس قيمة رقمية ومكان الواي قيمة رقمية وطلع عندي نفس الجواب اذا هذه الطريقة تعتبر صحيحة جدا واوكي زين هنا المداخلة الاخرى اللي صارت بان هنا تقولون بمجرد ان اشتقيت فهنا ما عوضت مكان الكوساين اكس على 8 جدر اثنيا مثل ما سوينا في سؤال الكتاب هنا مباشرة ما طول الثيتا معلومة عندي وان اشتقيت فرأسا عوضت الباي على 4 وطلع عندي نفس الجواب ايضا تعتبر الاجابة صحيحة وعشيكم